السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يستنقول عاملين ايه رب تكونوا بخير معاكم زميلكم دكتور احمد اسلم فرقة تانية ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن محاضرة سهلة بازن الله بعنوان الريماتويد ارترايتس او مرض الروماتيزم مبدئيا كده احنا عايزين نعرف مقدمة بسيطة جدا عن مرض الروماتويد علشان ابدأ اشرح لك كل حاجة عنه هو طبعا انت في مادة الفرماكولوجي هتركز اكتر على الثيرابي او التريدمنت بتاع المرض الابديميولوجي والباثولوجي بتاع المرض انت بتعرفه فقط عشان تشوف انت هتعالج ايه فيه يعني هي حاجة مش مهمة اوي كان ليك في الفارما يعني لكن هي مهمة في مادة مثلا زي الباثولوجي لكن احنا هنا بدورنا هنشرحها وهنركز عليها عادي زي الشرح علشان تكون معايه ستيب باي ستيب وتبقى عارف انت فين بالزبط فلازم قبل مبدأ الشرح هقولك ان الروماتويد ارثرايتس ده كرونيك اوتو ايميون ديس اوردر يعني ايه كرونيك اوتو ايميون ديس اوردر يعني ايه اصلا اوتو ايميون نعرف ان انتوا يعني معرفتكم عن الاوتو ايميون حاجة لسه بسيطة لان انتوا ما دخلتوش في ميديول الاي بيال فمعارفة بسيطة كده عنها الاوتو ايميون ده مرض بيكون فيه جهاز المناعة بيدرب الانسجة السليمة في الجسم يعني ايه يعني حصل ابنورمال ايميون رسبونس حصل رد فعل مناعة غير متوقع ابنورمال بالصورة مش طبيعية انا مش متعود عليه ايه اللي حصل فيه حصل ان الخلية بتاعتي خلية سليمة جي جسم مضاد غريب ضرب الخلية دي وبدأ يكسر فيها فبالتبعية كل مكونات الخلية دي على مستوى انحاء الجسم بقت تتعامل على انها انت جنوبات بتتضرب بجسم مضاد متخصص ده تعريف الاوتو ايميون فمرض الرومتويت ده مرض كرونيك اوتو ايميون حاجة بتعيش بالسنوات وحاجة مرتاليتي يعني مميتة فهو لو ما تحكمتش فيها ما حصلوش كنترول يعني فهو السلايد دي بس اعايز تعرفني ان هي ان ده اوتو ايميون ديس اردر ابنورمال ايميون رسبونس اجينست انديفيدوال اونتش ويعني ضد الجسم السليم بتاعنا او المكونات السليمة بتاعت الجسم بتاعنا الرومتويت ارثرايتس ده او مرض الرومتويت ده هيقدي لايه هيقدي ان هيحصل يعني خلق اخد بالك بقى هو يعني الرومتويت ارثرايتس ده مقسم للمكتعين كلمة رومتويت يعني رومتزم او يعني اللي هو بيكون فيه صعوبة في الحركة يعني وارثرايتس دي يعني التهاب المفصل فاحنا عندنا مفاصل او الجوينس بيحصل فيها انفلاميشن شديد جدا 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 بسبب ان جهاز المناعة بيدرب الجوينت ده انا هقولك بالزبط ايه اللي بيحصل دلوقتي انا هنفرض ان احنا عندنا دي السل دي ده الجوينت بتاعنا وجيه جسم مضاد غريب درب السل دي فكون عندي كده ان الخلية بتاعت الجوينت حصل لها ديستركشن اتضربت ففقدت الوظيفة بتاعتها فبقى عندها حاجة اسمها ديس فانكشن يعني فقدت الوظيفة بتاعتها فقدت الوظيفة بتاعتها نتيجة ايه نتيجة الكمبليكس اللي تكون ده اللي هو عبارة عن الانتيبادي مع الجوينت هو ده بالزبط التعريف بتاع السلايد دي كله هو بيقولك ان بيحصل ديكلين في الفانكشنال ستيتس بتاعت الجوينت الجوينت دوره ايه يتحرك هيبقى الجوينت مش هيتحرك هيبقى هيعمل يحصل له ديسابلتي هيحصل فيه ديس فانكشن هيفقد مهمته هيبقى مش قادر يتحرك هيبقى حصل في حاجة اسمها ديستركشن يعني الجوينت هيكون واقف مستقيمة بيتحركش فهو ده بالزبط ملخص السلايد وبما ان الجوينت ده اكيد ترمى قلب كرونيك يعني مش هيبقى بيدرب الجوينت بس هيبدأ الاول بالمفاصل الصغيرة ثم يقلب على المفاصل الكبيرة ثم يبدأ بقى يبقى حاجة اسمها اكسترا ارتيكلرد خرج بره الجوينت بقى بيدرب اورجنز سليمة يعني يروح بقى على القلب يروح على السنترال نيرفا سيستم او النيورو يروح على العظام يبدأ يعمل ديفورميتي في كل حتة في الجسم يبقى اول حاجة انه هو هيعمل ديكلاين للفانكشنال ستيتس بتاعت الجوينت وهيحصل ويرك تسابلتي الجوينت فقط وظيفته البيشنت مش هيبقى عاري في حرك الليمب بتاعه الليمب ده اللي هو الطرف سواء حصل بقى ممكن يحصل بقى الانفلاميشن او الروماتوري تيجي في القلب وفي الكوع في مفصل الكوع مقدرش يحرك ايديه تيجي في مفصل النيه في الركبة مقدرش برضو يحرك رجليه فممكن يحصل شوية مضاعفات وهنا اهم حاجة برضو ان هي يعني ايه ان النسب عدم الاستجابة لمرض والوفيات بتزيد لو ما تعليكش والميديكيشن هو بيقولك ان الميديكيشن يعني الادوية بتعمل بتقلل لكن هي مش هتعلقه ده مرض من رجع يلاك لكن فقط هتقلل بدل مثلا ما كانت الكيس دي هتموت عشر سنين طبعا الحاجات دي كلها طبعا يعني يعني الدكتور بيتدخل فقط بيعمل اللي ربنا بيقدر عليه فهو مثلا لو العحال عشر سنين بيحصل البروكنوزيز تبقى 15 سنة ما هو ان هو بس بيحسن البروكنوزيز بتاع المرض مش بيعالجه دي هنا يعني السلايد دي بصراحة يعني هي قرية ما فيش فيها حاجة تتشرح انه بيقولك الـ effects انه بيأثر على من 1 انه عن اي autoimmune common actor في ال Sloven عن المين او عن الميل يعني common actor في الفيميل بيبدأ غالبا من سن 25 الـ 45 فين اكتر يقوم في الفيميل بردو لانه هو autoimmune مرض autoimmune لكن اي مرض بقى تلاقيه مثلا ضغط سكر حاجة دي هتلاقي في الرجالة اكتر لكن الـ autoimmune هتلاقي في الفيميل عشان الهرمون بتاعة الفيميل بتساعد انه يحصل آآ آآ بيعمل طبعا آآ بين وديسابلتي ولوز فانكشن في الجوينت زي ما قلناها بتحصل يعني الريسك بتاع والبيك بتاع أو خطورة المرض بتبدأ توصل بقى مقسمنا الهربعين والستين اللي هو مع تقدم العمر نبدأ بقى أول شغلنا في الميديول ده في محاضرة الروماتويد وهو عن الباثوفيسيولوجي ده هنقسمه أو السبب اللي أدى الحدوث المرض هيتقسم لتو ستيبس ستيب وان بتتكلم على كلت حاجات الساينوفيال جوينت الوحدها الروماتويد فاكتور اللي هو أدى الحدوث الروماتويد أرثرايتس أصلا وبعدين الكارتل الجولبون مع بعضه أنا اللي يهمني في الليلة دي كلها مين يهمني الساينوفيال جوينت ليه يهمني الساينوفيال جوينت لأنه أصلا أرثرايتس التهاب بيدرب المفاصل فأنا هركز أن أول حاجة هتحصل هيبدأ بإنفلاميشن وطبعا أنت عارف من الجنرال باثولوجي بقى أن الإنفلاميشن يعني ريدنس هوتنس وسويلنج وإديمة فهنا هيبدأ الجوينت يبين شكله فيه بين يحصل يبقى يعني حتى بيظهر كده المريض دي بدا يعرف أن المفاصل الصغيرة بتاعته بتبدأ في إيديه يبقى فيها تبقى بينفول جدا من درجة أنك تحط إيدك أي قشمس تحميلها فده بسبب إيه بسبب الإنفلاميشن اللي موجود في الجوينت وطبعا أي إنفلاميشن هيكون مصحوب بحاجة اسمها هايبر بليزيا نتيجة أن الخلايا اللي هي الإنفلاماتري سيلز جات كتير فعملت هنا هايبر بليزيا زودت الحجم بتاع السيل دي تاني حاجة أن أوتو أنتي بادي بروتاكشن اللي هو الروماتroit فاكتور وده طبعا بيطلع أن التي سيل اللي هاتي هيلبر بتروح تنشط البلازما سيلز اللي هي في البي سيل تروح ميطلعه لي تعمل انها تطلع لي أنتي بادي جديد تطلع لي اللي هو إلا أنا شررتهه لك هنا اللي هو قلت لك إنها تبقى دي السيل بتاعتنا بالضبط بالشكل ده كده دي السيل والأنتي بادي جيه درب السيل ده هو ده بالضبط اللي تروح تروح ميطلع Cóية عاملة ضد الجوينت ده تالت حاجة هي عبارة عن ان الكارتلوج جربون هيبدأ يحصل فيهم بادي فورميتي هتخيل كده انا عايزك تتخيل معايا كده الموضوع بكل بساطة انا عندي الشكل بتاع الروماتويد ان انا عندي هنا ادي بون و ادي بون كمان في بينهم هنا كده كارتلوج ده كده الكارتلوج و دي كده البون بتاعتنا هنا بقى السينوفيال جوينت اللي موجود هنا حصل فيه ابنورماليتي فالريدي الكارتلوج اللي هنا ده هيتضرب والبون اللي حصل في الكارتلوج يبدأ يدخل على البون فيبدأ يكسر في البون هي كمان فكده انا هيحصل عندي ابنورماليتي في الكارتلوج و في البون و ممكن تحصل ان هو يفقد الفانكشن بتاعتهم و يبقى المفصل ده ثابت ما يتحركش ليه بقى بيحصل الموضوع ده ده بيحصل بسبب سيفير ستيميوليشن للسايتوكاينز و احنا عظم انتو عارفين السايتوكاينز دي من باب المناعة في تلتسلم النوع السايتوكاينز دي اللي هي بتفرزها التي هيلبر و دي انه احد مكونات اللي هو اللي بتسبب الالتهاب بتروح عاملة ستيميوليت لحاجة اسمها اوستيوكلاست تيومر نيكروزنج فاكتور الفا و ايه تيومر نيكروزنج فاكتور الفا ده ده احد الانواع اللي هي بتكون بتكسر اي خليا سرطان يبتزر من النوع الفا والاوستيوكلاست دي الخلايا اللي بتكسر العضم و عكسها اوستيوكلاست اللي هي بتبني العضم فالاوستيوكلاست هتزيد فيبدأ يكسر في العضم اكتر بعدين عندي حاجة اسمها الكندروسايت وايه بقى الكندروسايت دي الكندروسايت دي زيها زي الاوستيوكلاست ولكن في الكارتلج الكندروسايت زيها زي الاوستيوكلاست دي خلية موضعها في الكارتلج ان هي بتكون الكارتلج اذا بدأ يحصل فيها يعني بدأ يحصل فيها تكسير فطبيعي هتفقد الشغل بتاعها وهيبقى الكولوجين كمان حصل فيه تكسير ويبدأ الكارتري جيبوز والبون يحصل فيها دي فورمي دي دي ستيب 1 بتاعت الباسو فيسيولوجي بعد كده ستيب 2 هي خطوة بتكمل التانية على طول ودي هتتقلف قصص سهلة جدا وبسيطة فاش اي صعوب انا عندي الانفلاميشن اللي هو الالتهاب حصل في الجوينت طيب الالتهاب ده لما هيحصل هيروح عمل ايه هيعمل هيحفز خلايا المناع وهو كده خلاص بقى طالما الالتهاب حصل معناها انه هو تعامل مع الحتة دي على انها جسم غريب انتجن مستضاد فلازم يبدأ يعمل له عملية تكوين جسمه مضاد عشان يتخلص منه ولكن هو في الواقع هو مش جسم غريب هو جوينت بس الجسم كده صحي منهم فجأة انا هتعامل معها لانه هو حاجة ابنورمال فالانفلامياتوري سيلز اللي هي الخلايا بتاعت الانفلاميشن راحت تنشطت اهم حاجة الهاتي سيلز والتي هيلبر فالتي هيلبر دي بدورها هتروح تنشط الماكروفاج اللي هي الخلايا البلعامية الخلايا البلعامية دي هتروح تنشط السايتوكاين والسايتوكاين ده بيطلع احنا عارفنا انه بيطلع حاجة اسمها انتر ليوكنز او انتر ليوكينات الانتر ليوكينات دي هتيجي بدورها تروح من نشطة الاستيو بلاست والفايبرو بلاست اللي هم هيعملوا فايبروزس يعني ان اي حاجة اي انفلميشن في الدنيا هيلد ويز فايبروزس دي معروفة الاستيو بلاست والاستيو كلاست والفايبرو بلاست هيبدأوا يكسروا البروتينز ويطلعوا لي الكولاجين ويبدأ يكسر انزيمات حتى الانزيمات اللي بتكسر الكولاجين اسمها كولاجينيز دي مش مهمة معك قوي اه بعد كده يعني الانترليوكنز برضو بيطلع معات يومر نكروزن من النوع عالفة بيبدأ يروح يكسر لي البون والكارتليج دي القصة ببساطة نقراها بقى من هنا اهو الانفلميشن عمل استيميوليت للخلايا تي هيلبر تي هيلبر راح تنشطت الماكروفاج الماكروفاج عمل البروديوس للسايتو كاين السايتو كاين طلع لي انترليوكنز وركز لي قوي قوي على انترليوكنز السايتو كاين نشط لي استيو كلاست والفايبرو بلاست الفايبرو بلاست والاستيو كلاست جمع عملو لي ليسز للبروتين اللي هو الكوليجين وطلعو لي عن طريق الكوليجينيز الخلايا دي لما طلعت عملت لي ديفورميتي في الكارتليج وفي البون خلصنا الباصوفيسيو اللي جاي ده كله يعني كده ايه زي ما تقول معلومات عامة لو انا جيت عايز اسألك سؤال كدكتور بقولك ايه هي الافكتس بتاعة الروماتويد ارترايتس على الهيومن بادي ايه اللي هيحصل اول حاجة هتقول لي ان الخلايا المناعية بدأت تعمل تكسير في البون يعني البون هيبدأ يحصل تكسير فيه يعني هيبدأ البون مارو يقل فطبيعي البون مارو يعني فيه اه ار بي سي فيه واي بلوت سيلز فيه اه بليتليتس فهبدأ اكسر في البون فاكيد بون مارو هيتضرر فاكيد هيحصل اناميا بعد كده البون بيتكسر والاستيوكلاست زادت فممكن يحصل استيو بروزيس هشاشة عزا دي طبيعية جد وبالذات ايه هتا وحددلك المكان هنا بصراحة الحيطة دي جميلة جدا يعني نوع مصد كومالي في السمول جوينس اللي هي اصلا بتبدأ تتضرب في الروماتويد أثريتس اه طبيعي مريد الروماتويد ممكن تلاقي شكله يعني ويتلوس يعني بيخس وبردو بيقولك كمان من الماكة اللي بيحصل فيها الاستيوبروزيس سيرفايكال سباين اللي هما الفقرات العنقية بيحصل فيها اه استيوبروز او شاشة عزا بسبب السايتوكاينز اللي بتطلع ويمكن بيقولك بيحصل اميلويدوزيس في الرينال او في الكلا بترسيب اللي هو الاميلويدوزيس اللي هو الاميلويد يترسب في الكيدني فده هيعمل حاجة اسمها جولوميريولوز او اللي هو هيبدأ يعمل اه يعني هي الجولوميرولوس دي والموضوع ده كله هتدرسوه بالتفصيل في ميديول الرينال فانا مش هستعمق فيه قوي لكن هو هيأثر على الكيدني بشكل مش حلو الاميلويدوزيس ده لو ترسب في اي حتة بيعمل يعني لو ترسب في القلب اصلا ده فيتل حاجة بتمموميته الكارديوفاسكولر ريسك ان هو هيزود البلد لابد ويعلي بلد بريشر يعني هيزود التريجل سرايد مثلا اللي هو دول السلسية والكوليسترول ويزود البلد بريشر فممكن يبقى المريض ده مريض دهون سلسية فيطر ياخد ادوية كوليسترول ويبقى مريض بلد بريشر فيطر ياخد ادوية الهايبيرتنشا ممكن بقى ان يورولوجيكال كومبليكيشن يعني حاجات في السنترال نيرفا سيستم أشهر سندروم بتحصل من في مرضى الروماتويد هي حاجة اسمها Carpal Tunnel Syndrome بيبقى الشكل أن الإيدين هي زي ما في الصورة كده الإيدين بيبدأ شكلات عمل زي الطانل شبه النفأ بسبب الإيروجينز والحاجات اللي حصلت في الجوينت وفي البون والكارتلج بيبقى شكلها كبير شبه الطانل شبه النفأ وبتحصل أكتر في الكاربال بونز اللي هما في الكاف فبينسميها Carpal Tunnel Syndrome نيجي بقى لشغل الفارما المهم جدا التريتمينت أف روماتويد أرترايتس أنا دلوقتي عندي حالة جد مريض روماتويد أرترايتس هعالجه إزاي الحالة بتاعت المريض بتتقسم الحاجتين Early treatment بدأت العلاج بدري وليه التريتمينت طب إيه بقى Early treatment والليه التريتمينت ده Early treatment ده Long Term Benefit يعني هستفيد جدا منه على Long Term هستفيد إن الحالة مش هتتضهور والدزيز هيكون No Effect على Wall Joint أو Mini Joint هيكون Slow Prognosis ودي حاجة كويسة جدا في مرض الروماتويد Early treatment هيكون Severe Disease وحصل Increased في المورتالي يعني نسبة الوفيات هتكون أعلى إنه هو كده يعني هو التشبيه اللي أنا هقوله ده صدق بشوية ولكن هو يعني بيكون شبه الكانسر كده فالكانسر كل ما العلاج بدأ بدري البروجنوس بطبع بيكون كويس لكن اتأخرت والدنيا بدأت تتضهور وبدأ ينتشر فنسبة المورتاليتي أو الوفيات بتكون عالية الديزيز بها هيبدأ يروح لميني جوينز ويبدأ يؤثر على Other Organs أو Systems التانية الدراجز اللي هنعارج بها الروماتويد أرثيريتس مقسمين إلى ثلاث عائلات كبيرة الجلوكو كورتيكويدز أو الكورتيزونات وأي مرض هتلاقي في الدنيا مدللة هتلاقي كلمة كورتيزون موجودة Non-steroidal anti-inflammatory drugs أو اللي هي مسكنات بمعنى أصع اللي هي مضادات الألم والالتهاب زي الكتفلام أشهر واحد والكيتوفان دول non-steroidal anti-inflammatory drugs والديماردس دي اللي هي أصل الأدوية اللي اتعاملت خصيصا للروماتويد أرثيريتس اللي هي حتى اسمها drugs modifying anti-reumatic drugs وهو ده الموضوع اللي المحاضرة كلها قائمة عليه الجلوكو كورتيكويدز والnon-steroidal مش قوي لكن المحاضرة دي كلها قيمة على آخر مجموعة اللي هي الديماردس أول عائلة نتكلم فيها هي الجلوكو كورتيكويدز أو الكورتيزونيت الكورتيزون بدوره يعني هو ساحر بسرعة ليه كذا؟ لكن هنا دوره في الروماتويد هيشتغل كanti-inflammatory وanti-inflammatory ده خد بالك يعني هتقابلك في ميديولات تانية إنه هو بيشتغل كimmune suppressive أو مهبط مناعة وهو ده مرض autoimmune يعني جهاز المناعة حصل فيه استثارة بشكل مفاجئ فبقى زايد عن حده hyper activity فلازم تدي حاجة توقف تهدي الموضوع ده فلازم تدي immune suppressive وخدها قاعدة عامة إن أي autoimmune بيتعالج بimmune suppressive حتى الديماردس ده immune suppressive drugs هو بيقول لك إن الجلوكو كورتيكويد درقس ده سلور زين النانسترويدا الانتي انفراماتي إيه؟ يعني إيه؟ بطيئة عنها يعني النانسترويدا لمسكنات طبعا مسكنات لكن هي بتقلل الألم لكن مش بتقلل الانفلاميشن وده فرق كبير لكن هو بيقول لك إن الجلوكو كورتيكويد دي برضو أسرع من بعض الديماردس أسرع من بعض الأدوية إنها بتاخد long acting إن ده عليك طويل الأمد فأعتقد طبعا إن الكورتيزون هيكون أسرع من بيتاخد من الحالات اللي هي mild و moderate يعني الحالات اللي هي لسه في البدايات بيقول لك إن هو بيتاخد في الأكيوت disease بيكون بيعالج البين و بيتاخد فقط بفترة مؤقتة لحد ما تبدأ العلاج بالديماردس هو ده ملخص التلات سطور دول إن هو بيقول لك إن الجلوكو كورتيكويد بيتاخد في حالات متوسطة و خفيفة وبعدين بيتاخد في الحالات اللي هي الأكيوت اللي هو لسه حاصل الالتهاب بعدين بيتاخد لحد ما الألم يقل ثم هبدأ به الديماردس اللي هو الأدوية بتاعت الرماطي بعد كده إن هو اللونج تيرم بتاعه مش يعني مش هيبقى محبز إن هو يستخدم إن هو non-controlled patients خاطر باتطر استخدم agents تانية أو بدائل تاني لو اتاخد بصورة مستمرة فهو too toxic أي دواء الحاجة لو زادت عن حدها بتتقلب ضدها الدواء ده لو زادت عن حده too toxic وتحديدا هو قال لك حتى حدد لك الموضع قال لك في chronic use يعني استخدمه short term ما استخدمهش long term بس ده الغرض من من الكلمة دي يعني الصورة دي صورة الدواء اللي هو اسمه solpred وده المادة الفعالة بتاعته وبريدنيزولون والبريدنيزولون دي أحد أنواع الجلوكوكورتكويتز تاني عيلة معانا هي non-stroidal anti-inflammatory drugs واللي هي طبعا الصورة هيبقينة الكتفلية يعني مش محتاج أوضح أكتر من كده رابط عن الجلوكوكورتكويتز بتستخدم في الحالات الأكيوت اللي لسه اللي التهاب حاصر عشان تقلل الالتهاب والإيه والواجع ولكن كمقارنة في أنها تعمل يعني anti-inflammatory مقارنة بالجلوكوكورتكويت لا الجلوكوكورتكويت هيكسر بتعمل إن هي بتساعد إن الجوينت يتحرك يعني بسلاسة شوية من غير آلة لكن هي خد بالك هي ولا بتقلل يعني مثلا السايتوكاينز ولا الحاجات دي لا هي بتساعد بس بتقلل القلم شوية يعني بطريقة مش مش specific قوي لكن اللي specific طبعا اللي هناخدهم لسه قدامه اللي جلوكوكورتكويت برضا ممكن يكون specific شوية عنهم بتقلل بين والستيفنس اللي هو الصلابة يعني بتاعت الجوينت فتعرف تحرك صبعك أو المفصل لو كان كبير أو كده هو قال لك هنا أهم حاجة في اللي سلايد برضو إن هو لا تقلل التقضم بتاع المرض فقط هو يقلل الوجع لكن لا يقلل تقضم المرض يعني بيقول لك ذات مين إن النانسترويد الانتيينفراماتوري دراجز دي ما بتقللش الديفورمتي كانت استطابل نيو ديفورمتي مش هتقلل الديفورمتي لأن هي بكل بساطة ما بتقللش سبب حدوث الروماتوري دراجز لو هيتاخد النانسترويد الانتيينفراماتوري دراجز دي على مدى طويل فيستحصل إنك تقلل الجرع يعني هو كان خمسين قلل لخمسة وعشرين لأن كتر اليوزز بتاعه ده ممكن يعمل لي حاجة اسمها جاستريتس التهاب بفم المعدة بيبتك ألسر كرحة المعدة وممكن يبوز الريد الفانكشن طبعا وإحنا عارفين يعني إحنا عارفين إن المسكنات خطر على الكلا ولكن الاستخدام المفرط والغلط لكن في الحالة دي عشان كده بيقول لك ما تستخدموش بجرعة عالية هتبدأ تعمل تقلل الجرعة علشان ما يحصلش سيد افكتس بتاعته يعني ما يحصلش جاستريتس ولا بيبتك ألسر ولا يبوز للرينال فانكشن عشان كده يعني هو بيقول لك تحت النوك ذات مين إنك بتستخدمش المانسترويدال لونج ترم بهاي دوز الاسلايد دي مهمة جدا جدا دي بقى بداية الشغل بتاع الديمارتس بيقول لك إن الديمارتس دي اختصار لكلمة disease modifying anti rheumatic drugs دي slow onset يعني slow onset يعني بتاعت فترة طويلة على ما تشتغي arrest البروجيشن بتاع الديزيز أول دوه يعمل arrest يوقف البروجيشن بتاع الديزيز أو يبطقه عشان نكون يعني بدقة أكتر بيبطقه prevent formation بتاع new deformity يعني لو استخدم ومسلا حصل deformity في جوينت في الإيد هيمنع أن يحصل new deformities في جوينت ستاني ده يقول use those chronic cases أو deformity أعمالها بتحصل بشكل مبالغ فيه دي مكرنة بينهم بين الـ non-steroidal anti-inflammatory drugs وبين الديماردس الـ onset الديماردس يعني ابطاء والـ non-steroidal anti-inflammatory drugs أسرع افكتة الروماتويد طبعا الديماردس أقوى لأن هي بتوقف البروجيشن بتاع الديزيز إنما non-steroidal ما بتوقفش deformity الديماردس بيمنع new deformity الـ non-steroidal ما بتمنعش كانت تستبع new deformity use الديماردس في في الـ chronic cases اللي هي خلاص بقت مزمنة إنما non-steroidal في الأكيوت عشان توقف الألم والـ inflammation نيجي بقى على الديماردس الديماردس دي مقسمة إلى شقين والشقين دون مقسمين لعائلات تمام الديماردس دي act on immune system بتوقف الـ immune system بتبدأ تبطقه شوي الأدوية أخد بالك اللي أنا هقولها لك دي في منها دويين استخدموا بقوة جدا في كوفيد معينتين وهم التسليزوماب اللي هي الأكتمرة والهايدروكسي كلوروكين وأظن أي حد جاء له كوفيد أخد الهايدروكسي كلوروكين فإنت بتتكلم على الدويين دول تركز جدا وإنت بتذكره الهايدروكسي كلوروكين والتسليزوماب لأن أعتقد جزء من موضع أسئلة المدحان في المحاضرة دي الديماردس بتقسم إلى عائلتين عائلة بايولوجيكل يعني إيه بايولوجيكل دي؟ يعني حاجة اسمها مولوكلون الأنتيباديز أو الأجسام المضادة وحدية النسيلة اللي دي دكاتلة الهندسة الورصية طوروها وخلوها أدوية بتشتغل شغل الأنتيبادي ولكن بأنها توقف عمله لو الأنتيبادي ده بيدرب خلية سليمة فبتروح هي توقف الأنتيبادي ده من أنه يدرب الخلية السليمة عشان كاسمها الأجسام المضادة أحدية النسيلة اللي هي المونوكلونة الأنتيباديز منها نوعين الإنفليكسيماب والتسليزوماب وأي المونوكلون الأنتيبادي أخروا كلمة ماب اختصارا المونوكلون الأنتيبادي فأي كلمة ماب تقابلك أعرف أنه مونوكلون الأنتيبادي يعني حاجة بايولوجيكال حاجة حيوائي إنما الكلاسيكال اللي هي زي أي دراج في الدنيا هم الميزوتريكزيت وركز قوي قوي على الميزوتريكزيت لأن ده دراج أوف شويس في علاج الروماتويت أرثريتز ده الفرست لاين في علاج الروماتويت أرثريتز والتاني هو الهايدروكسيكلوروكين نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده نقول المعلومات أو الجنرال فيتشر زعنا إيه هي الديمارتز تستخدم في الحالات الكرونيك عشان توقف لي البروجريسنج بتاع المرض والديفورمتز جميل كنت ريبير الدامج أكيد طبعا مش هتصلح الديفورمتي اللي حصلت ولكنها هتمنع ان يحصل ديفورمتي تاني يعني هو قال لك كانت ريبير الدامج ببريفينت فيرذر ديفورمتي هي مش مسكنة مش نانسترويد الأنتي انفلاماتري ولا جلوكوكورتيكويت الأفكت بتاعها بيبدأ يعني من ست أسابيع ممكن يبدأ ظهوره من ست أسابيع ويستمر لست شهور وبيبدأ يتاخد يعني ده بيتاخد على مدار فترة كبيرة فده بنسميه دراج الانفلاميشن بتاعهم برضو ممكن اديمها النانسترويد الأنتي انفلاماتري عشان أقل للبين أو الواجع وبعدين نبدأ الايه الديماردس يعني زي ما قلنا في السلايب بتاعتي النانسترويد الأنتي انفلاماتري هديها لحد ما يبدأ الألم يقل ثم أتبعها على طول بالديماردس عشان نبدأ عالج الموضوع ويعني يحصل هندل الموقف مايكترش منه أول دواء معنا هو بالميزوتريكزيت ايه الميزوتريكزيت ده بقى؟ هتكلم على كذا حاجة في كل دواء يعني السكيم دي هشتغل بيه في كل الأدوية ديفنيشن كلمتين عن الدواء ميكانيزم اف اكشن الطريقة اللي بيتاخد بيها الدواء الكلينيكال يوزز بتاعت الدواء الكلينيكال يوزز بعدها السايد افكت بعدين الدواء ده هيحصل له اكسيكريشن ازاي؟ هتكلم عن الابذوربشن أصلا بيدخل للجسم ازاي؟ مدة فترة عمره النصف بتاعته في الجسم بيعد قدقي عشان اللي هحدد على أساسها الجرعة التانية هتبقى امتى؟ بعد كده هتكلم على الاكسيكريشن بيخرج فيه؟ يعني الكينيتكس والديناميكس بتاعت الدواء وآخر حاجة هتكلم على الكلينيكال او او امبورتنت فيتشرز عنه؟ وبعدين هتكلم على هيحصل له مونيتورينج ازاي؟ او هرائب تصرفات الدواء ده مع الجسم ازاي؟ اول حاجة في اول دواء هي الميكانيزما اف اكشن مين الميزوتريكزيت ده؟ ده انتي كانسر دراج بهاي دوز انتي رماتويد أثريتس بلاو دوز يعني هو دواء ماجيكو ليه اتنين يوزس مرة انتي كانسر ومرة انتي رماتويد طيب انا اللي همني النهاردة ايه؟ اكيد الانتي رماتويد لكن احنا هلقول انتي كانسر برضو بيعمل انهيباشن في حاجة اسمها دايهايدروفوليت اللي هو الفوليك اسد وطبعا بعضنا سمع عن الفوليك اسد الانزيم اسمه دايهايدروفوليت ريداكتيز بيعمله انهيباشن الانزيم ده بيروح اصلا هو دوره الانزيم ده بيعمل فورميشن او بيكون لي الثايميدين والبيورين ودول قواعد بتدخل في تكوين الـ DNA والـ RNA فهو كون انه هو منع البيورين والصيميدين يكونوا فهو منع ان يحصل DNA فمنع البررفريشن فمنع ان يحصل تكاثر للخلايا فمنع ان يكون فيه سرطان ده دوره كأنتي كانسر طب كأنتي روماتايد او أنتي روماتايد او أنتي روماتايد ارثاريتس بلودوز هيعمل ايه؟ بيعمل استيميليت لحاجة اسمها الأدينوزين الأدينوزين دي برضو قاعدة من قواعد الديني بيعمل لها استيميليت من السيلز فبتروح ما أسلا مطلعة يعني producing an anti-inflammatory effect يعني ايه anti-inflammatory يعني توقف لي السيتوكاين توقف لي توقف كذا حاجة كده توقف حاجات اللي عملت لكن الأدينوزين ده لما بيحصل له بيعمل انهيبشن في حاجة اسمها poly-morphونيوكلر كيموتاكسس يعني ايه بيمنع ان يحصل تجمع للخلايا بتاعت الخلايا المناعية فبيعمل انهيبشن فيها فبيعمل بيهبط المناعة مين المناعة اللي هو بيهبطها حاجة اسمها cell mediated immunity او CMI اللي بتحصل بالT cells ويعيزك توقف عند كلمة Inhibition of T cells يعني في دماغك كده ال T cells دي عبارة عن ثلاث خلايا T helper و T cytotoxic و T suppression انا بتكلم داتي عن T helper اللي تلزمني في الليلة الروماتويد كلها T helper فانا لازم انا تعمل انهيبشن ليه مين اللي هيعمل لها انهيبشن الإكسيكريشن بتاعه بيخرج في اليورين وتلاتين في المئة منه بيخرج في البايل اللي هي أملحة الصفراء اللي هي بتخرج من الكبد معلش المونيتورينج هرقب المرض ده ازاي هرقبه عن طريق الدواء هرقبه بالسي بي سي باللي هو صورة الدم الكاملة كرياتين ده انزيمات نوع من انزيمات الكلة والليفر فانكشن اللي هي وظائف الكبد الاسبيشال فيتشيرز بتاعته او الديفنيشن بتاعه هو فارست لاين او هنا tiring talking of retement of rheumatoid arthritis طيب الدواء معروف انني ليه side effect الside effect بتاعه المزوتريكزيت ايه بقى السيد افكت بتاعه المزوتريكزيت انه هو اه يعني هي اعمل لي هي نقص خلايات دم البيضاء وخلايا الدم الحمرة يعني هي أعمل لي حاجة اسمها lycopenia Eso Kristine خلايا الدم البيضاء اسمها الليكوسايت والار بيسيز نقصها بيعمل أنيميا الليكو بينيا دي معناها نقص بينيا يعني نقص وليكو يعني أبيض فهو بعدها نقص خلايا الدم البيضاء ستماتايتس وهو ده اللي تهب فم المعد وبيعمل الوبيشيا اللي هو تسقط الشعر عشان أنتي كانسر فطبيعي أي أنتي كانسر بيعمل الوبيشيا إلا بعض الأدوية هم تعملش الوبيشيا وطبعا تيراتوجينيسيتي يعني إيه تيراتوجينيسيتي يعني الدواء ده ما ينفعش يتاخد في الحامل ليه لأنه بيعمل تشوهات للجنين سو أولاك سو بريجننت شودن تيوز اس دراج يعني لو جات لي المريضة روماتويد أثرايتس وحامل هقول لها لا مش هناخد ميزوتريكزيد أبدأ أشوف أدوية تانية أشوف الهيدروكسي كلوروكين سيفتي شوية أشوف حاجات من المونكلون الانتيباديز ما تكونش تيراتوجيني بيعمل هيباتوتوكسيتي يعني إيه هيباتوتوكسيتي عشان كده لازم أرقبه بليفر فانكش هيباتوتوكسيتي ده لو تسمم يعني بيعمل فشل في وظائف الكبد فلازم أعمل ليفر فانكش عشان لو وصل لمنطقة النواية يعمل تكسيتي لا أوقف الدواء معنى مش عشان أعالج جوينت أبوز فيتل أورجن انت خبالك انت عندك خمسة فيتل أورجنز هارت لانج برينت ليفر رينل أو كيدني الخمسة دول ما ينفعش يتضروا لو الخمسة دول الدواء هيجي عليهم لأ وقف الدواء وأهم حاجة الخمسة دول بيعمل برضو حاجة اسمها ديسبيبسيا يعني ديسبيبسيا دي اللي هي عصر الهضاء واني بقى حاسس يعني بعدم ارتياح في معدته كده بيعمل ميكوزا الألسر يعني التهابات الأنسجة أو الأخشية المخاطية فممكن يعمل بيبتك ألسر يعني الالتهاب يعمل قرحة معده بيعمل بقى أهم برضو حاجة يعني مهمة جدا بيعمل نيمونيا يعني إليمونيا التهاب رئوي ليه؟ اللي بيعمل التهاب رئوي إن هو كأنتي كانسر فبيقلل المناعة فأي بكتيريا معدية أي فانغس معدية أي بارازايت معدية ممكن تسبب لي يعني مثلا هو تحديدا بكتيريا نيمو كوكاي ممكن تعمل نيمونيا أو نيمونايتس اللي هي اسمها أخا برضو نيمونايتس فهي النيمونيا دي اللي هي الالتهاب الرئوي فممكن يحصل جدا لده أنتي كانسر وخب بالك يعني مريض الكنسر برضو معرض جدا أن يجيلوا التهاب رئوي لأنه من الأدوية اللي بيأخدها مش من الكنسر من الأدوية اللي بيأخدها تاني دعو معينا النهاردة وهو كده أنا خلصت الميزوتريكزيت هرجع عن الميزوتريكزيت بالراحة كده وببساطة اللي هو أنتي كانسر دوره كأنتي كانسر بيعمل إيه؟ بيوقف الديهايدروفوليتري داكتيز فبيوقف الفورميشن بتاع السايمدين والبيورين فبيوقف أن يحصل دين إيه بوريفريشن أو يكون دين إيه أو تمايز للخلايا فبيشتغل كأنتي كانسر في علاج الروماتويد أرثريتس بيعمل استيميوليت للأدينوزين الأدينوزين بيروح يشتغل كأنتي إنفلاماتوري إفكت يعمل إنهيبشن في البولي مورفو نيوكلورت كيموتاكسس بيمنع تجمع الخلايا المناعة والأجسام المضادة وبعدين يروح يعمل إنهيبشن في التي سيلز فيوقف جهاز المناعة أنه هو يطلع أجسام مضادة عن طريق أنه هو بيوقف السيل ميديتد إميونيتي اللي هي التي هيلبر بيمتص إزاي؟ 70% منه بيمتص الهاف لايف من 6 إلى 9 ساعات موريتورنج بعمله موريتور بسي 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 بكرياتينين بليفر فانكشن الاسباشيال فيتشورز بتاعته إنه هو الفيرستلين في تريتمين الروماتويد أرثريتس بيخرج في اليورين و30% منه في البايل ممكن يجي سؤال على فكرة وقالك كم في المية منه بيخرج في الورين فهنت تقول 70% إنه 30% هتدراحهم بأنه هو بيخرج في البايل فأنا هتكلم إنه هو بيخرج فيه في اليورين كان في المية 70% سايد إفكتس عايزك تركز لي في سايد إفكتس على ثلاث حاجات مهمة جدا البوم مارو سوبريشن والليكوبينيا والنيمونيا والهيباتو تكسيسيتي أمه أربعة معلش البوم مارو سوبريشن ليكوبينيا معها أنيميا ألوبيشيا تيراتوجينيسيتي طبعا هيباتو تكسيسيتي يعني اربط الهيباتو تكسيسيتي دي بحطة الليفر فانكشن ليه هعمل الليفر فانكشن عشان هو أصلا دي صاد إفكت الهيباتو تكسيسيتي فلازم رائب الكابة دي ونيمونيا قلنا عشان ده بيشتغل كمريض كأنتي كانسر وده بيقال الجزم منع فأي بكتاريا معدية ممكن تعمل التعب تاني دعو معنا النهاردة في علاج الروماتويد وهو الهيدروكسي كلوروكين أو البلاكونيل والبلاكونيل ده عطاق السيتوزاع جدا 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 مع بداية كوفيد لأنه معروف الدواء استخدم فترة طويلة جدا في العلاج الحالات المايلد بتاع كوفيد 19 وكمان في الحالات السفير طب ليه أصلا ليه هم استخدموه في الموضوع ده لأنه هو لقوا ليه بعض الإفكتس على الفيروس بيوقف تكسر بتاعه فلقوا مهم فالدواء ده ممكن يكون معه ده أسئل لكن الميزو تريكزيت مهم جدا بس الهايدروكسي كلوروكين عشان الجائحة اللي احنا فيها دي فممكن يعني يجي سؤال عنه إيه الميكانيزم أف أكشن أصلا بتاعه اللي خلاني أختار الدواء ده وأقول ده أنتي ريوماتيك دراج أو أنتي روماتويد أرثرائتس إيه بقى إنت أظن خدت في في تالتة سنوي ودي لازم أتشحالك برضو هنا أغدت في تالتة سنوي أن خلايا الماكروفاج والإنفوساس والحاجات دي لها حاجة اسمها يعني دي خلية مناعة هي دي إميون سيل أي أن كانت هي إيه جواها حاجة اسمها ليزوزوم焼ن دي الليزوزوم تمام ألقوا إن الהيدروكسكلوروكين لما بيدخل هنا بيروح جاي عامل ضرب جز دوره أنه هو بيعمل لليزوزوم焼ن اكتيفتي. فبيوقف اللايزوزوم. فبيوقف الخلايا بتاعت المناعة. والليزوزوم اللي دي موجودة في التيسل. فهو بدوره راح موقف عمل سبريشن للتيسل. فطبعا هيعمل انهيبشن في ايه? في الليكوسايد. اللي هي خلايا المناعة. ليه دور كانتي اوكسيد. وانتي اوكسيد دي يعني فري راديكسيد. ان هو بيوقف الفري در اديكسيد ده برضو ممكن يستخدموه حتى يعني بيستخدموه عشان يمنع الكانسر. ان الفري راديكس دي بتعمل كانسر. فهو ده انتي اوكسيد. مضاد الاكسيد. فليه انتي اوكسيد. اللي يهمني هنا. ان هو بيعمل değerزوزومة الانزايم. فهيروح يعمل سابريشن للتيليمفوسايد. النيكوسايد GHティ ال سمعيني تي هيلبر تخد بالك كده. انا تيليمفوسايد المهمة اللي بتخصيني هي التي هيلبر سل. انا وقفت التي هيلبر. فطبعت التي هيلبر مش هتعمل كيموتاكسس. مش هتجمع لي. مش هتفرص سايتوكان مش هيجمع يجب علي خلايا المناع عشان تروح ناحية الجوينت تضربه وتطلع له اكسس مومودان ده دور هنا هو بيقول لك يعني ايه ان الروماتويد ارثاريتس ده اوتو ايميون ديزيز قالها لك في اول سلايب يعني بروبلم في الاميون سيلز فعشان كده انا لازم اوقف الاميون سيلز علشان انا لازم اوقف الاميون سيلز علشان اوقف الاميون سيلز علشان اقل الانفليميشن وابدأ اعمل انهيبشن للسيل دي وعالج المرض يعني السلايد دي بصراحة يعني الحتة اللي بالابيض دي متركزش عليها او ان انت مفروض تكون فيه انتها من السلايدز اللي فاتت الابزوربشن رابد لي ابزوربشن بيمتص بسرعة جدا الهاف لايف بتاعته ابتو يعني خمسة اربعين يوم مو كدت خمسة اربعين يوم فجأة عشان كده من دايما تلاقي كده ان اي حد حتى بياخد البلاكونيل ده او الهيدروكسي كلوروكين بمشتقاته اللي هو الكلوروكين والهيدروكين من الحاجات دي لازم تلاقيه كل ست شهور بيعمل فحص قاع عين لازم لان هو دواء خطر جدا على ممكن يعمل بلاينس يوقع ايامي دواء ممكن يعمي فلذلك انت يعني لو جيت اشتغلت في الروماتولوجي وبدأت تدي الهيدروكسي كلوروكين ده لازم تطلب كل ست شهور تحليل فحص قاع عين من ايه من المريض اللي جاي له عشان تطمر ان هو ما بدأش يباوض حتى ممكن يقولك المريض يجي يقولك يا دكتور فيه شوية زغلالة عيني مش مظبوطة فانت لازم اول ما يقولك الاعراض دي تبدأ تقول انا عايز فحص قاعي لكن في كوفيد ما بيطلبش ان هو استخدامه اصلا بسيط جدا عشر ايام او خمس ايام فمش رقم هنتكلم في عيام بياخده من ستة اسابية لستة شهور في رقم كبير يعني السايد افكت بتاعه يعني بيقولك ليس توكسك ما بيحتاج يعني اه اهم حاجة ان هو يعني وبيعمل طبعا نوزيا فوميتينج والحاجات دي كورونيال ديبوزيش اه هنا بقى بدأ بيكلم على المظاهر بتاعت اللي بيعملها في العين يعمل كورونيال ديبوزيش يبدأ يرصب بعض البروتينات في الكورنيا بتاعت العين ويعمل الريفيرز بالريتينيال دامج وخصوصا الهايدروكسي كلوروكين الريتينيال دامج ده بيبدأ يبوز الريتينة بتاعت العين فيبدأ ممكن يعمي دواء ممكن يعمي فعلا منيتورينج ازاي بعمل له منيتورينج ازاي بقى قالنا اوثالموجيك ايفاليوشن يعني بعمل فحص قاع عين كل ستة شهور بطلب فحص قاع عين عشان اتأكد ان الدواء ان هو بيخد بالك ديوقات خمسة يعني الهاف لايف بتاعته بيحصلوك سيكريشا متى خمسة واربعين يوم فانت متخيل بقى يعني هو لو انت مثلا عادت تديه ستة شهور فانت متخيل بقى الجرعة الواحدة هتخرب بعد خمسة واربعين يوم فقد ايه فانت لازم تعمل في فحص قاع عين كل ستة شهور تتأكد ان الدواء ده مبوزش العين الاسبيشال فيتشرز بتاعته ان خمسة خمسين في المية منه بروتين باوند بيرطب ببروتينات فواخد بالك اي حاجة في الجسم دي مكونة من بروتين اصلها بروتين فهو بيحب ايه بروتينات بتاعت العين او تيشو اهم تيشو بيحبه تيشو بتاع العين فتلاقيه يعني بيعمل يعني بايند بتاع بالميلانين كونتينين تيشو اللي هو موجود في العين ويبدأ يترسم في العين هو هايله هايله كونسنتريتد في السيل وده لما بيبقى موجود في السيل بيعمل لها انكريزز في البي اتش بتاعته وبالذات الانترا سيريول لو بقى موجود جوه الخلايا بيعلي البي اتش بتاعته لذلك فهو يعني عشان كده ممكن من النقطة دي برده ان هو بيعلي البي اتش فاستخدموه فعلاك كوفد معين دي بصراحة الديجرام ده يعني انا مش يعني هو بيش يعني ملخص للدوائين اللي فاتوا بيقولك ان هم عملوا التجربة دي على كذا يعني على كذا ناس المايلد كيس والمودرت والسفير وقدوا للحالات هايدروكسي كلوروكين وميزوتريكزيت والسز ده ده دوا كان عندكو وتشال احنا اخدناه يعني عندناك الاسمه سالفة ساليزين فالموضوع ده اسمه مونو ثيرابي اللي هو هاخد دوا واحد منهم بس اسمه مونو ثيرابي دوايين اسمه تو دراج ثيرابي تلاتة اسمهم تريبل دراج ثيرابي المخطط اللي هو الافقي ده عليه الادوية وعالجة قدية والرأسي بيقولك البروجريشن يعني لما بيعمل x-ray non radiological progression ده يعني لما بيعمل x-ray الجوينت ما بقاش فيه تطورات لما بيدي بقى الادوية قالك لما بدي ميزوتريكزيت لوحده او السالفة ساليزين لوحده او الهايدروكسي كلوروكين لوحده 20% فقط مفيش بروجريشن لكن لما اديت ميزوتريكزيت مع هيدروكسي كلوروكين البروجريشن زاد انه 60% من الحالات ما بيحصلهاش بروجريشن في ال x-ray ولما ديت سالفة ساليزين مع هيدروكسي كلوروكين مع ميزوتريكزيت وصلت لي 70% فقالك التريبل ثيرابي ده مهم جدا قالك انه هو لما بيتخذ على مدى 6 months دول ليه انتريوماتيك افكت قوي جدا لدرجة انه هو قلل البروجريشن في ال x-ray فقالك فده مهم جدا ده ملخص السلايد دي كله ورأيي احفظها من الكلام اللي انا بقوله وفهمها من الكلام اللي انا بقوله ومش لازم تحفظه ده خلنا بقى في موضوع مهم وقوي وهو ده اللي بيتكلم على البيولوجيكال او اللي هما بنسميهم مونوكلون الانتيباتيز ودول البيولوجيكال ديزيز موديفاير دول قسمناهم الاربع ادوية حاجة اسمها تي سيل موديوليتنج درج تي سيل موديوليتنج بيعدل على خلايا تي سيل درج اسمه بي سيل سايتو توكسك يعني بيموت الخلايا البقية بي درج اسمه انتي انتر ليوكن سيكس وركز لي قوي عليه لان ده التقصيريز مودي اللي هي الاكتامرة واللي استخدمت في علاج في كوفيد 19 في الكريتيكال كيسيز كمان اللي قومها الحالات اللي هيا مركزة والرابع دول هو تيومر نيكروزنج فاكتور بلوك عشان كده قالك في الاول ان تيومر نيكروزنج فاكتور الفا ده من العوامل اللي ساعدت في تكوين في حدوث مرض الروماتود أرثرايتز فطبيعي انا هبدأ عايز اوقف بقى الانتر ليوكن سيكس والتيومر نيكروزنج فاكتور الفا اللي هم عملوا لي الازمة بتاعت ايه بتاعت الروماتود أرثرايتز درج درج كده منهم التسل موديوليتنج ده اسمه أباتي سيبت والاسم اللي هو الشائع الاستخدامي حاجة اسمها انتري سيبت ده بيعمل بيعدل على الاميون ريسبونس ان هو بيعمل بايندينج على ريسبت الرقم CD80 و86 على حاجة اسمها انتشين بريزنجس اللي هيا الخلايا اللي بتعرض اللي هيا الانتشين بريزنجس ABC دي هتاخدوها في مديول الابيال بالتفصيل المميل بتعرفوه يعني موضوع شايق وجميل جدا بسرعة الانتشين بريزنجس دي اللي هيا الخلايا اللي بتاخد الانتشين وتعرضه على سطحها اللي هو بتبقى ماشي بايا خلايا مناعة بعد كده تروح متعرفة عليه الحتة دي من باب المناعة قوي فاول ما بيحصل بايندينج على الريسبتور دول بيروح بعد كده يحصل ان الخلايا ويتعرض على سطحها بيعمل بريفينتينج بيمنع الخلايا من انها يحصل لها اكتيفاشن اللي هيا الخلايا تسل بعد كده عندنا البي سيل سايتوتوكسيك ايجنت ده واسمه ريتوكسيماب ده واسمه ايه ريتوكسيماب بيروح بيشتغل كأنتي بادي يا سلام اه بيشتغل ازاي كأنتي بادي هقول لك بيشتغل ازاي كأنتي بادي ان هو بيروح يعني الحتة دي لو تفهمت من رسم مش لازم تقرأه بيروح ادي الخلايا انا دلوقتي اديت الريتوكسيماب ده الريتوكسيماب ده انا اديته للايه للعيان العندرماتوري بيروح جاي يشتغل هو كأنتي بادي عالسل ولكن احنا عارفين ان هو انتي بادي مش شغال هو فقط قعد على يعني هو اشتغل على الريسبتور ده علشان يوقف الانتي بادي يوقف الانتي بادي اللي هيعمل لي دامج للسل ده دور مين ده دور اريتوكسيماب ده دوره اللي هو بيشتغل سيتوتوكسيك بيروح مكسر يعمل ديستروي الانتي بادي بقى اللي هو اتكون ده الانتي بادي ده من النوع اللي بيعمل ديستروي في الخلية بيكسر الخلية يعني دي خلية كده من نوع P-cell هو بيكسرها الانتيباضي اللي اللي حصل ده بيكسرها يعني أنا كده هو دي الخلية دي P-cell اديت الريتوكسيماب بانتيباضي الانتيباضي اللي جعل الخلية البيسيل ده عمل لها دامج وكسرها ده دور الريتوكسيماب دوره سهل جد عمل بايند للسيل رح عمل لها دامج لان هو انتيباضي يعني انتيباضي زي اللي هو يعني كأنه بيرد للجسم اللي هو زي ما انت يا P-cell طلعتي انتيباضي ضرب الجوينت السليم انا كمان طلعت اشتغلت كانتيباضي وضربت البيسيل السليم ده دور تالت داعة معانا هي انتي انترليوكن 6 ريسبتور انتيباضي اللي تتوصل ايزوماب بتشتغل زي اللي فوقها بالزبط تروح تعمل بايند للانترليوكن 6 ريسبتور وخبالك الانترليوكن 6 دا برضو لها اسم تاني اسمها Pro Inflammatory Mediator اللي هو ما قبل أو Pro Cytokine يعني بتطلع قبل الانترليوكن هي اللي بتنشط السيتوكاين فهو يعني التوصل ايزوماب دا اعمل اشتغل نهو دراك دا بعيندينج على الريسبتور بتاع الانترليوكن 6 فعمله هو قعد مكان الانترليوكن 6 فالانترليوكن 6 مش هيعرف في وعد على الريسبتور دا الريسبتور مشغول الريسبتور مشغول بالتوصل ايزوماب فالانترليوكن 6 مش هيكول لي افكت دا دور التيومر نيكروزنج فاكتور ايجنس دا اسمه انفلكسيماب وانت اللي هتشريح لك من الاربع ادوائد التوصل ايزوماب والانفلكسيماب التوصل ايزوماب دا الانفلكسيماب دي بتشتغل برضو كانتيباضي اظن انت خلاص عرفت يعني انتيباضي يعني هتروح للخالية اللي هي تيومر نيكروزنج فاكتور من نوع alpha وتعمل لها انهيبيشن وتكسرها فتعمل انهيبيشن انها ما تطلعهش سيتوكاينز فميحصلش انفلاميش التيومر نيكروزنج فاكتور دي بتطلع سيتوكاينز تمام دور بقى الانفلكسيماب دا انتيباضي يقعد على التيومر نيكروزنج فاكتور الفا يمنعها من انها تطلع سيتوكاين فميحصلش انفلاميش تمام نبدأ بقى ده اللي بيقول لك الرول بتاع التيومر نيكروزنج فاكتور احنا قول النورمال التيومر نيكروزنج فاكتور بايند على الرسيبتور ده النورمال اللي محصلش فيه اي حاج الفرست ميكانيزم بتاع الدواء الانفلكسيماب بيعمل بريفنت التيومر نيكروزنج فاكتور انها تقعد على الرسيبتور ده يعني رقم واحد الخطوة رقم واحد بتقفلها الخطوة رقم اثنين الخطوة رقم ثلاثة ان التيومر نيكروزنج فاكتور ده يعني الريسيبتور بتقعدها السوليبل وبتعمل نيوتراليز للتيومر نيكروزنج فاكتور السكند ميكانيزم بتاع الانترسيبت انه بفر بيعادل السوليبل اللي حصل ده ويروح عامل مدوة بالتومور نيكروزنج فاكتور ولا كأنها لها لازم ده الدور بتاع يبقى الفيرست ميكانيزم اتقفل الاستبرقم واحد والسكند ميكانيزم اقفل الاستبرقم ثلاثة ده دور طيب ايه دور التومور نيكروزنج فاكتور أصلا علشان يعمل لي جونت دستركشن قال لك ان الارثرايتس اللي حصل او التهاب المفاصل اللي حصل ده هيخلي التومور نيكروزنج فاكتور يعمل استيميوليت لان هو يعمل ايه لانه يزود الاستيوكلاست نسخ بان تأتفضل يعني إحصل الى استيوكلاست وهيحصل بان تأتفضل وهيفضل بعض الحكور ثم وجه지는 سانوفيوسايت الخلاقة هنا من الكالس وقبل الحضل ويقوم huh انه يصبح حيائية فيلا يجب لي نفرز اخيلpoint سحبت الكارتلاج وسحبت الفليويد البون عمال بيغبط في بعضه بتخيل البين اللي بيقى فيه معيد يعني ربنا يحفظنا البين بتاع الروماتويد بيكون صعب جدا العظم بيغبط في بعضه مع اي حركة بيتواجه الكوندروسايت اللي هو خلايا بتاع الكارتلاج يحسبها ديجريديشن انا رتلك وتخيل سحبنا الكارتلاج وسحبنا الفليويد بتاع السينوفيال جوينس فالسبيس هتبدأ يحصل لها نارو بين العظم هيحصل نارو بين العظم كارتلاج بدأ يقل في الحاج فالعظم يقرب من بعضه ويبدأ يخبط في بعضه فيحصل بون ريزوربشن وكارتلاج ديجريديشن نبدأ بقى نتكلم على اول دواء اللي هو من الادوية دي يعني اللي هو ده الدواء رقم ثلاثة معنا واول ادوية في الديتيز موديفاينج اللي هم تيومر نيكروزنج فاكتور الفا بلوكينج ايجنز اللي هو بيقفر التيومر نيكروزنج فاكتور من النوع الفا الديفنيشن بتاعه هو اي جي جي وان منوكلون الانتيبادي يعني حاجة مصنعة شبه الاي جي جي ده احد اكسام المضادة اللي هم مجمعين في كلمة ماجد ام اي جي اي دي احنا اللي خصينا اي جي جي وان ده نوع منهم منوكلون الانتيبادي لقوا انه هو ليه دور في حدوث الروماتوية طب الميكانيزم اوف اكشن بتاع الدواء ده ايه زي ما انا قلتلكم هنمشيها بالترتيب كده الميكانيزم اوف اكشن هو بيعمل كومبليكس مع السوليبل ايه تيومر نيكروزينج فاكتور الف اللي هو بيعمل لها بلاك فمش هيدو فيعدي الممبرين ويوقف عمل الخلايا فهو قالك هه هيحصل انه باون هي اعدل الممبرين ويعمل بريفينت با اول ما يدخل الخلايا سير سيرفس ريسيبتور يعمل يبوز الريسيبتور بتاع الخلايا فيعمل دون ريجيوليشن يوقف الماكروفاج والتي سيل انا الليلة دي كلها دير ان انا وقف مين التي سيل التي هيلبر علشان ايه علشان امنع ان التي هيلبر تطلع انترليوكن سيكس امنع انترليوكن سيكس ان هو يطلع لي سايتوكاين امنع السايتوكاين انها تنشط البيسل امنع البيسل انها تطلع انتيبادي بالترتيب كده اخدها بالترتيب كده التي هيلبر والماكروفاج هوقفهم عن العمل التي هيلبر مش هتطلع انترليوكن سيكس مش هيطلع سايتوكاين مش هيطلع بلازما سيلز مش هيطلع انتيبادي ده دور الادوية كلها اللي بتعالج الروماتويت الروتوف ادمنستريشن بيتاخد انترا فينس انترا فينس انفيوشن ما تركزش في الجرعات قوانية ويتاخد اثنين من عشرة يعني بيتاخد الجرع بتاعته من ستة لثمان اسابيات يعني من صفر الاثنين تدت تزبط جرع دي الجرع دي بيزبطها دكتور الروماتويت يعني هي كبيرة على انك تعرفها ده تتعرفها في البطن ان شاء الله ده بالتفصيل في الروماتويت الهاف لايف بتاعته من تسعة الاثناشر يوه تمام ده شكل اهو اسمه ريمي كيد ده اسم الدول اللي هي اللي هو اسمه انفيليكزيمي الكلينيكاليوز طب انا جايبه النهاردة عشان نستخدمه في ايه في الروماتويت ارترايتس يبقى هو بيستخدم في الحاجات برضو في الاوتو ايميون اللي شبه الرؤية يعني اللي زي الروماتويت حاجة اسمها مرض اوتو ايميون اسمه انكلوزنج سپونديلايتس وكرونز ديزيز والسيراتف كولايتس دي ادوية دي امرات اوتو ايميون بستخدم فيها الانفيليكزيميب دي علشان الميكانيزم بتاعها قريب شوية من مين ميكانيزم الروماتويت عثرايتس قالك ان الدواء ده بيحصل مع الميزوتريكزيت والهايدروكسي كلوروكين واثر دراجز وبيبقى قوي جدا وانا وردتك المخطط الدايجريم اللي هو كن باشرح البروكريشن على الراديولوجيك اللي هو على الاكس راي او على الامر اي او على السي تي بيوريك البروكريشن بتاع المرض لو انا كمان اديت انفيليكزيميب مع الادوية دي واثر دي ماردس هارفع جدا ان مايحصلش دي فورمتي في الجوين تاكتر من كده طيب انا عايزك تتخيل كده دواء بيهبط المنع يتخيل معي دواء بيهبط المنع الصعيد افكت المحتمل بتاعه اي بكتيريا معدية يعني اعرف كده زي وزي الميزوتريك زيت اي بكتيريا معدية هتعمل لي التهابات شديدة اشهر التهابات بتحصل اللي هي ممكن تخشي لك مع النفس فده ايه ايه ابر سبيرات ري تراكت انفكشن اكتيفيشن اوف ليتنت تيوبركيلوزيس يعني ممكن ياخد بكتيريا تي بي او كو مثلا كان عنده تي بي وكان خامل علشان منعته قوي فخلاص انت هبطت المنع كده كده انت وقفت تي هلبر انت وقفت اقوى عضو في جهاز المنع فمنعت السيتوكاين ومنعت الانترليوكن سيكس منعت كل خلال منع فايه اللي هيحصل طبيعي المنع قلت البكتيريا تنشط او الفانغس ينشط او البرازايت او الفيروس ينشط اي فيروس اي بكتيريا اي فانغس اي حاجة اي بارازايت بينشط لما المنعت قل فهيبقى عرض الابر اسبيراتري تراكت انفكشن عرض ان يحصل لو هو اخد عرض التي بي فيحصل له اكتيفاشن للتي بي دي انفيوجن سايت ري اكشن ممكن يحصل حسية مكان اللي احنا ادينا في الحقنة اه هيدك صداع كاف يكوح نتيجة الاسبيراتري تراكت انفكشن طبعا يعني انكريز الرزق بتاع السكين كانسر ممكن يحصل السكين كانسر واشهر اماع السكين كانسر اللي بتيجي بسببه هو الميلانومة اه الدواء ده بما انه هو جسم مضاد مصنع اي جي جي وان مصنع كيميريك مصنع يعني مصنع يعني دواء مش انا عامله سليم مش خارج من جسم بني ادم فده مصنع فطبيعي جهاز المناعة بقى اللي موجود ده بالنسبة له ده بجد ده انتجن فهيبدأ يتعامل معها لانه هو جسم غريب فيبدأ يعمل له ريجيكشن يرفضه فانت علشان تبريفنت الريجيكشن اللي ممكن يحصل ده بستخدم الدلاج مع الميزوتريكزيت لو واحد منهم يعني الميزوتريكزيت بيهبط المناعة قوي وده فيبدأ جهاز المناعة اصلا حتى لو فيه انتجن برضه قوي وعادي بيسيبه خلاص ما هو مش قادل يشتغل موقف انت الادينوزين طلع اللي هو من الميزوتريكزيت راح موقف يعني عمل انهيبشة للسايتوكاين كيموتاكسس والبوليمورفون يوكلر كيموتاكسس فوقفت جهاز المناعة كده خلصنا الانفليكسيماب نيجي الاخر دوا معينا النهاردة ان شاء الله نختم بيه المحاضرة وهو اتصل ايزوماب او الاكتمرا وهي حقنة الاكتمرا وده الشكل بتاعه حقنة الاكتمرا دي اللي هي استخدموها في كوفيد ناينتين اللي هي في منها 2400 ميلي جرام الات وتتشالة من البروتوكول علشان كان بتعمل بيقدي لبلك فانجس للي هو الفطر الأسود لما بيتخد مع ناينوي غلوكوكورتيكوان عشان بيقدي سيف simulation في المناعة الاخقنا دي قويق جدا يعني دي بقى اللي تصددم في حالة أروماتود أعتريتس مستعصية قوي إنه ده بقى دوا بيوقف الاينتر ليوكن سيكسة نفسه يعني بيوقق عمدة جهاز المناعة اللي هو الانترليوكنس ده يعني هو الانترليوكنس ده ارقام كتير بس الانترليوكنس ده اقوى واحد فيه انه بيوقق بيطلع السيتوكاين والسيتوكاين تروح تنشط الخلايا ليه لا فهو الديفنيشن بتاعه ان هو انترليوكنس ده برو انفلماتري سيتوكاين بيعمل جوينت وكارتلج دامج دور بقى الاكتمرة او التاصليزوماب دي انها هتوقف لي الشغلانة دي ما توقف يعني مش همشها يعني هي انترليوكنس ده بتعمل اي بقى انا علشان اوقف الدوة ده لازم يعني عشان اوقف قصدي اي حاجة معينة لازم اتجيب حاجة تقط في الريسابتور بتاعها فتعمل لها ان اكتيفاشن فاحنا هنجيب التاصليزوماب على الممبرين بتاع الانترليوكنس دي سيكس ريسبتور فهتعمل بلوكينج للاكتيفتي بتاعه فهتوقف السيتوكاين هتوقف الاستيوكلاست وتمنع الاكتيفاشن بتاعهم فمش هيحصل لا بون ايروجين ولا جوينت دامج ولا سينافيا الفلاود دامج مش هيحصل دامج فيه الروت اوف ادمنستريشن بتتاخد انترافينيس زي اللي قبلها الهاف لايف على حسب الجرعة يعني دي دوس ديبندنت على حسب الجرعة وعلى هم متين اللي هي هاف لايف معينة لو ربعمية اللي هي هاف لايف معينة هون مذكر عاش عندي الكلينيكال يوزز قالك في المونوثرابي يعني كعلاج لوحده في الادلت اللي عندهم روماتويد ارترايتس وفي الاتشيلدرين اللي هم اكتر من سنتين في حاج مرض اسمه سيستيميك جاينوفيال ارترايتس ده مرض بيجي بسبب الجوفينايل دي اللي هي اللي هو بيبقى عنده مولود بارثرايتس عنده مشكلة في المفاصل بتاعته طفل مولود بيه فبعد السنتين بتبدأ تدي ايه تصليزوماية اسمه سيستيميك جوفينايل ارترايتس اه بيستعدم في كومبينيشن مع الميزوتريكزيت واثر اه اه دي ماردس من النان بايولوجيكال يعني هيدروكسي كلوروكين اه صالفة سلازين حاجة من حاجة او ما شرح لكوش على فكرة الصالفة سلازين ولا الحاجات دي يعني او شرح لك فقط الميزوتريكزيت والايه والهايدروكسي كلوروكين وممكن يتاخد في كومبينيشن معاهم اه فيوقف اه اه تيومر نيكروزين فاكتور بلوكر ويمنع يعني ان يحصل بروكريشن قوي للايه للروماتويد ارترايتس السايد افكت بتاعه يعني ده بتعمله اختبار لانه انفيوجين ري اكشن ممكن يعمل الارجي في المكان بتاع الايه يعني احمرار بقى الارجي حساسيا يعمل احمرار يعمل يعني مثلا المكان ده يعمل ايدي ما يحمر فهو ده انفيوجين ري اكشن سيريوس انفكشن دي قلناه اي حاجة بتهبط اي دواء ايميون سابراسف يعرف انه يعمل سيريوس انفكشن لازم يعمل سيريوس انفكشن دي اللي هي عضوة خطيرة يعني تجيب بكتيريا بكتيريا ممكن تموت يعني اللي عيان اصلا ما يكونش مات من الروماتويد ارترايتس ومات بسبب البكتيريا اللي جات له من الاميون سابراسف اللي انت بتديه جاله تيوبركيلوزز جاله صل جاله فانجس انفكشن موته عادي ده اللي حصل مع اغلب المرضى اللي هو بسببهم وقفت توصل ايزوميب اللي هو لما في كوفيد الدو حصل سيفير انهيبشن في المناعة فحصل نتيجة لكده ان الفانجس يعني البلاك فانجس ده في فتر الاسويد ده اصلا موجود في حياتنا الطبيعية ولكن نشط لما جهاز المناعة وقف مرة واحدة انكريز بيعلي الكوليسترول بيعمل نيوتروبينيا وثرومبوسايتوبينا يعني ايه نيوتروبينيا لو نيتروفيلز بيقللها النيوتروفيل دي خلال احد انواع خلايا الدم البيضاء بيعملها نيوتروبينيا وبيعمل ليكوبينيا برضو يعني وثرومبوسايتوبينا بيقلل بليتلتس الثرومبوسايتس ممكن يعمل بليديك ممكن يعمل بليديك فالدراك ده بيتوقف بطريعة معينة كده وبيلازم تعمل مونيتورينج لكل الحاجات دي وانت بتوقف الده عشان ما يحصلش منك اي مشكلة نيوتروبينيا هي نيوتروبينيا هي نيوتروبينيا وثرومبوسايتوبينا وبيعلي الليفر انزيمز يبقى اكيد لو انت هتعمل مونيتورينج ليد ده هتعمل ايه اكيد هرائب الليفر انزيمز وهكيد هامل سي بي سي عشان اتأكد من الواي بلات سلزة ما نزلتش عن حد الاقصى يعني هو ما نزلتش عن اربعة نزلت عن اربعة بدأ بقى اشوف ازبط الموضوع عشان ما يحصلش مني برضو ايه مشكلة تانية فبلاد تست بتتخذ كل بيتعمل كل شهر عشان اشوف الكوليسترول وشوف الليفر فانكشن والوال بلاد تست طيب ايه الكلينيكال فيتشورز بتاعت الدوة ده انه هو انترليوكن سيكس انهيبت بيعمل انهيباشن لسيتوكرون بي ربعمية وخمسين ده احد الحاجات اللي بتمنع السرطان وهو bịعمل لنهايباشن فاده من الاشايات اللي من اقوى الافراد في جهاز المناع برضو سيتوكرون بي ربعمائة وخمسين فتاصل ايزوماب بيعمل انهيباشن للانترليوكن سيكس والانترليوكن سيكس بدوره اانوا انهيباشن له فتاصل ايزوماب بدورها بتوبتủ سيتوكرون بي ربعمية وخمسين كده وقلنا طبعا هنعمل مويتور انج باي بلات ست كل شهر عشان اشوف الكوليسترول اشوف الينزيمز اشوف الوييت بلات س Wang. كده نكون خلصنا المحاضرة وختمناها أتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا بإذن الله الشرح يكون عجبكم وبإذن الله بإذن الله المحاضرة بكون سهلة بالنسبة